السلام عليكم الله يعطيكم ألف ألف عافية طلابنا حبايبنا اليوم إن شاء الله رح نكمل معكم الحصة الماضية فيما يخص درس ثاني اوكسيد الكربون طبعا بشكل سريع يا أستاذي احنا أخذنا انتقال غاز ثاني اوكسيد الكربون من الخلايا إلى الشعيرات الدموية وعطيناكم كيف طريقة النقل بالتفصيل فيما يخص سواء انه انا رح ينتقل عندي من السي او تو للشعيرات الدموية بنسبة 100% للبلازمة 7% بذبن في البلازمة و93% رح يدخلها داخل كورية الدم قلنا لك يا أستاذي انه 23% بارتبط بالهيموغلوبين بيعطيني مركب اسمه كاربامين وهيموغلوبين وأيضا يا أستاذي 70% رح يرتبط داخل كورية الدم مع الماء عشان يكونه حمض الكاربونيك وحمض الكاربونيك رح يتفكك عن طريق أنزيم اسمه انهايدريز والهايدريز رح يعطيني هايدروجين وآيونات كربونات الهايدروجينية وفهمتك أنه الآيونات كربونات هايدروجينية رح تطلع للبلازمة ورح يصير شحنتها طبعا سالبة رح يصير خلل في التوازن رح يدخل على طول الكلور ويسوي عملية التوازن وهيك كورية الدم ايش مالها حملت بثاني اكسيد الكاربون طيب اليوم ان شاء الله رح نيجي للمرحل الثانية من ثاني اكسيد الكاربون هاستدم عتل على ضهر وثانيوكسيد الكربون. بده يروح لـ وين فالانتقال من الشعيرات الدموية إلى مين؟ إلى الحويسات الهوائي. بدأ أشوف أنا يا أستاذي كيف بده ينتقل ثانيوكسيد الكربون اللي يتحول في النهاية إلى آيونات كربونات هيدروجينية ولا كاربا مين يهوما يقلوبين. كيف دي يرجعني يا أستاذي وينتقل إلى مين؟ للرعتين. فركز ما يلا. باجي يا أستاذي بشكل سريع للحويسات الهوائية. هيا يا أستاذي أنا عندي هون الحويس المترجم الآخرى. يلا خلينا ارسمناك. انا عندي هون حويصلات هوائية. يلا خلينا امثلها مثلا باللون هذا عشان نفرقها. هاي يا أستاذي بنسمية ايش حويصلات هوائية. كنا مسويينها بالاسود الخلايا. هاي البلون اللي قدامك هذا يا أستاذي. هاي بنسمية حويصلات هوائية. هستني بدي أشوف كيف بينطقل الدم من داخل كورية الدم الحمراء. أو CO2 من داخل كرية الدم الحمراء للحويسلة إذن هاي شو اسمها يا أستاذي تيجي بتقولي حويسيلات هواية وهاي موجودة في الريتين طيب ممتاز هسا الآن بدي أفهمك الآن أنا عندي هاي كرية الدم الحمراء تمام؟ هاي كرية مين؟ الدم الحمراء أوكي وهاي أنا عندي كرية الدم الحمراء هاي هاي الشعيرة الدموية وهاي أنا عندي كرية الدم مين؟ الحمراء طيب ممتاز خلينا نلولكوا إياها ونزبطها أوكي هاي كرية الدم اللي أنا فاهم إنه محملة قديش يا أستاذي في داخلها هون مش انتقل إلى 93% 23% ظلن جوا وال70% انتقل إلى وين لبرة تمام؟ طيب ورح نبهكوا لمعلومة عشان تفهموها هون هسا بإذن الله هاي شو اسمها يا أستاذي بتيجي بتقولي الشعيرات إيش يا أستاذي الدموية طيب ممتاز وإنت فاهم إنه كرية الدم هاي بتسبح في مين؟ بتسبح هايها باللون الأصفر في البلازمة هاي معلومات إنت بدأت تكون حفظها زي اسمك أوكي يا أستاذي ورح نخذها يا أستاذي إن شاء الله بالتوجيه رح نفرق في طريقة نقل الدم في الدرس الثاني في البروتينات كي بيتم الانتقال كوريات الدم أو التبرع إما بيتم بكورية دم حمراء أو التبرع في بلازمة اللون الأصفر اللي أنا قاعد برسم لك إياه تمام يا أستاذي رح نخذها في وقتها أو نخذها في وقتها في وين؟ في التوجيه طيب هسا تعالوا مع بعض يلا يا حبايب انت فاهم الآن إنه أنا عندي مين؟ الاتش ها هركز معي مش أنا عندي؟ الكاربامينوهيموغلوبين الاتش بي سي أو أو تو صح ولا لا؟ هاذا الكاربامينوهيموغلوبين هاي نبدأ حط اللاكية هون هاذا شي اسمه كاربامينوهيموغلوبين الكاربامينوهيموغلوبين انت فاهم نسبته هون قديش؟ انت فاهم إنه 23 إيش بالمية صح ولا لا؟ 23 بمين بالمية طيب أول نقطة لما نتوصل كورية الدم للحويسلات الهوائية إيش رح يصير؟ ركز معي أول نقطة خنأخذها انت مش أخذت قبل إنه رح يرتبط 23 بالمية مع اللي هو الاتش بي من السي أو أو تو ويعطوني المركب هذا الكاربامينوهيموغلوبين هون إيش رح يصير إله يا أستاذي؟ بتيجي بتقولي رح يصير إله تفكك رح يعطيني هذا اللي هو أتش بي لحال خلينا نميزها هاي أتش بي لحال زائد اللي هو السي أو تو تمام؟ يعني هون رح يصير تفكك تمام؟ طيب 23 بالمية من السي أو تو هذو ركز معي رح ينتقل من داخل كورية الدم لمين؟ للحويسلات مين؟ الهوائية صعبية يا أستاذي؟ إذن حسا قبل هون رح ينتقل السي أو تو للبلازمة هاي الساهم هون عشان تفهم؟ إنه أنا أول إشي رح يروح للبلازمة أوكي؟ وبعدين رح يروح لمين؟ لداخل الحويسلات الهوائية هاي سي أو تو طب لو سألتكم من قديش نسبتو بتيجي بتقولي 23 بالمية صعبية يا أستاذي هاي أول نقطة يعني لما نتوصل كورية الدم عنا عن رئتين على طول بتفكك الكاربامينوهيموغلوبين إلهي مقلوبين و سي أو تو سي أو تو رح ينتقل إلى البلازمة ولا اللي هو الحويسلات الهوائية وبنطلعوا بعملية الزفير طيب لو سألتكم أو سألتكم سؤال عفهم؟ أستاذ لما انتقل السي أو تو من داخل كورية الدم إلى البلازمة ليش السي أو تو مذاب في البلازمة لو سألتكم سؤال في الامتحان وبعدين رح للحويسلات أستاذ لأن السي أو تو انت بدك تفهم دائما الأكسجين الذائب في البلازمة وثاني أكسيد الكربون الذائب في البلازمة بتكون أنا عندي البلازمة شو بالها؟ مشبعة شو بالها بتكون؟ ايوه بتكون مشبعة هاي يا أستاذي فلو انتقل ليله مش رح يذوب اللي هنه 23% ليش لأنه أصلا ذا فيه قبل قديش ذا في يا أستاذي 7% فصار فل صار مشبع وكذلك الأمر في الأكسجين لمن ذا بين 2% لمن أجي ينتقل الـ CO2 للخلية ماذا فل بلازمة ليش لأنه أصلا مشبع فهاي معلومة مهمة ركزيلي عليها فأيذن هيك أنا خلصت خلصت من مين من الهيموغلوبين ومن الكاربومين هم مغلوبين وتفككوا راحا 23% طيب هسا بدي أروح للإشي الفهم هسا أنا فاهم أنه بره شوفي فاهم يا أستاذي أنه بره طلع لبلازمة لأيونات كربونات هيدروجينية CO3 ماينس طيب هاي وين موجودة بره وأنا عندي في الداخل هيدروجين صح فأنت بدك تسوي عكس المعادلة اللي هناك يعني رح يدخل الأيونات كربونات هيدروجينية لأين للداخل تمام يا أستاذي هايها زاد أتش CO3 ماينس تمام رح تدخل للداخل ورح يطلع الزلم الغانم هذا اللي سوى لي توازن لبرة ليش طلع لبرة الكلور لأنه يا أستاذي رجع الأيونات كربونات هيدروجينية لأين للداخل فسا خلص طلع طيب هاي المعلومة مهمة بعدين هسا بصير اتباط وتفاعل بين الهايدروجين والأتش رح يعطيني بعملية عكسية يعني رح يرجع عملية عكسية الاتش تو سي او ثري مين هو هاذا الزلمة هاذا حمض مين يا أستاذي الكاربونيك طيب إذا بدك تفهم الآن إنه يعمل لما توصل كورية الدم للحويسلة هذا بتفكك 23% وبينتقلين طيب ممتاز طيب السبعين بالمئة اللي ظلت رح يرجع الأيونات كربونات هيدروجينية تدخل للداخل وهذا تزال ما يطلع لبرة طيب بعدين رح يرتبط بالهايدروجين رح يسوي عندي معادلة عكسية فرح يعطيني الهو مين يا أستاذي رح يعطيني اللي هو حمض الكاربونيك وحمض الكاربونيك هذا رح يتفكك لمين لا يعني بدأت ترجع عنا بعملية عكسية الموضوع تمام يا أستاذي وعننا هذا السي أو تو قديش نسبته 70% فال70% رح ينتقل للبلازمة وبعدين رح يدخل إلى وين لداخل مين رح ينتقل إلى البلازمة أوكي وبعدين رح يدخل إلى مين يا أستاذي رح يدخل إلى الحويسلات بنسبة 70% طيب مجموعة انتقل للحويسلة قديش 93% صعب يا أستاذي طيب يأتي واحد بسألك طيب يا أستاذي كيف انتقل كمان بالضغط الجزء تركيز السي أو تو عالفي منتقل من التركيز الأعلى إلى التركيز الحويسلات الأقل عن طريق الضغط من الجزء تمام يا أستاذي 100% طيب أعطيك وياه على شكل خطوات يلا ملخص العملية ملخص العملية هاي هون بتقول لي أول نقطة واحد هاي ايش بدك تقول لي يتفكك مين يا أستاذي اللي هو الكاربامينو هوميغلومين كار بامينو هيموغلوبين يتفكك الكاربامينو هيموغلوبين تمام يتفكك الكاربامين و هوميغلوبين وى اعطينا ايش ينتج أو ينتج اللي هو مين بين قسين اللي هو هوميغلوبين وزاد سي أو أو تو قديش بنسبة 23% بنسبة قديش يا شباب 23% طيب بعدين بتقول لي رقم اثنين تنتقل او ينتقل السي او تو اللي هو 23% الى البلازمة ثم الى الحويصيلات الهوائية طيب خلصنا هاي نقطة يلا نقطة باللون اللي بعد طيب نقطة ثلاث هسا اوكي انا خلصت من السي او تو هاي ينتقل هسا ايش بدك تقول لي دخول الاتش طبعا خلينا اعطيكم المعادلة هون بنقطة عشان المعادلة عكسية يعني انا عندي هون بدك تفهم انه الاتش الايونات الكرباميني هوموغلبينس الاتش بي سي او تو هاذا الزلمة رح يتفكك لمين لها اتش بي زائد مين يا استادي زائد سي او تو طبعا نسبته 23% نقطة ثلاثة يا استادي هاي ها تيجي بتقول لي انه هون اا بعدين دخول مين يا استادي الاتش سي او ثري ماينس من البلازمة الى داخل كرية مين الدم الحمراء طيب ممتاز وخروج مين ها كمل هاي النقطة وخروج مين الكلور الى البلازمة يعني هاذا رح يدخل من البلازمة الى داخل كرية الدم ومن نفس الوقت خروج مين خروج الكلور طيب لما نيطلع الكلور يا استادي بعدين متقول لي اربعة ترتبط الاتش سي او ثري ماينس الايونات كاربونات هيدروجينية مع الهايدروجين ليكون مركب شو اسمه قلنا حمض الكاربونيك حمض مين ليكون مركب له حمض الكاربونيك طيب هسا عن طريق المعادل هاي بتجيب تقول لي الاتش سي او ثري ماينس رح يرتبط بالهايدروجين فرح يعطيني يا استادي ايش رح يعطيني الاتش سي او ثري تمام هذا حمض مين حمض الكاربونيك طيب بعدين بتقول لي حمض الكاربونيك هاي رقم ايش خمسة بعدين يتفكك حم الكاربونيك الى مين الى اتش او زائد سي او تمام عن طريق مين يا استادي انزيم اللي هو الكاربونيك انهايدريز طيب ممتاز اوكي يا استادي اوكي طيب لما نتفكك الى كاربونيك انهايدريز طبعا بنسبة بنسبة قديش انت فهم بنسبة سبعين ايش بالمية طيب بعدين بتقول لي ستة ينتقل السي او تو اللي هو السبعين بالمية الى البلازمة ثم الى مين الى الحويصيلات مين الهوائية تمام يا استادي هيك بكون يا استادي ايش ينتقل السي او تو بنسبة الى الحويصيلات الهوائية وهيك يا استادي وخروجه هاي نقطة سبعة وخروجه بمين بعملية الزفير وخروجه بمين بعملية الزفير وخروجه بعملية مين يا استادي بعملية الزفير بعملية الزفير صعب هيك طلابنا انتقال ثاني اكسيد الكربون اللي هو من اللي هو شعيرات دموية الى الحويصيلات الهوائية هذا فيما يخص يا طلابنا الله يرضى عليكم هون ايش اللي هو انتقال ثاني اكسيد الكربون من الشعيرات الدموية الى الحويصيلات الهوائية فهي هون الملخص خذوا الى سكرينشوت بشكل سريع عشان تفهموه استادي هيك بنكون خلصنا معكم هاي الحصة وهيك بنكون خلصنا معكم هذا الدرس وهذا الفصل إن شاء الله الحصة القادمة رح نحل معكم هاي الأسئلة ورح ننتقل بإذن الله للوحدة اللي بعدها يا أستاذي اللي هي وحدة التكاثر ومين والإخراج تمام يا أستاذي رح نفوت في الوحدة اللي هي الثالثة التكاثر ومين والإخراج بإذن الله فانتظرونا إن شاء الله الحصة القادمة بإذن الله هيك بنكون خلصنا معكم يا أستاذي بتمنى لكم كل التوفيق يا أستاذي محبكم وداعي لكم بالخير الأستاذ أنا سأصليح وكل التوفيق بإذن الله اشتركوا في القناة